يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات الحيوية والمهمة في الأردن وفي السنوات الأخيرة شهد هذا القطاع تراجعاً ما أثر على المزارعين وأكبدهم خسائر مالية وعزو في عدد منهم عن العمل في هذا القطاع القطاع الزراعي ركيزي أساسي في أي وطن يحقق أمن غذائي وأمن اجتماعي وأمن اقتصادي وأمن سياسي القطاع الزراعي في الأردن صار له فترة ينزف وعندما ينزف القطاع الزراعي يجب أن يكون هناك جهة تضمط الجراح لأن تنكأ الجراح اللي قاعد يصير في عنا في قاب كبير بين تعامل الحكومة مع أهمية وخطورة وضع القطاع الزراعي وبين واقع الحال للقطاع الزراعي يجب أن يكون هناك دعم للقطاع الزراعي دعم للمزارع الأردني الذي يجتهد ويكد ويتعب أنه يحققنا أمن غذائي في أغلب منتجاتنا الزراعية الخضروات والفواكه وبيض المائدة والدجاج هو منتج أردني بكل فخر واعتزاز وآمن صحيا وبيئيا اللي بحصل في القطاع الزراعي الآن صار لنا سنوات في تراجع كبير جدا ضمن الظروف الملتهبة السياسية والظروف المحيطة في المنطقة كلها وربنا يحفظ الأمن والأمان في الأردن لكن ركيزة الأمن والأمان سيبقى القطاع الزراعي الظرف الذي يعاني من القطاع الزراعي الآن إغلاق الأسواق إنتاج أسعار متدنية المزارع من حقه أن يربح وأنا متأكد أن المواطن الأردني عندما يعلم ويكون على ثقة أن السعر يذهب للمزارع مباشرة ما عنده مانع إذا ارتفعت الأسعار لأنه في أغلب الأحيان وفعلا هذا كلام حقيق وصحيح أن المزارع الأردني قاعد بخسر ومن حق المزارع أن يربح وأن يحقق حياة كريمة ومحترمة الآن مثلا في موضوع البندورة ما كنا عايشين في البلد أنه صار لها فترة أشهر وهي سعرها في حالة انخفاض كبير جدا الآن تبدل مواسم شغلة بسيطة طبيعية جدا أنه في تبدل مواسم بالتالي كميات قلت وبالتالي زاد السعر لكن هل أنصف المزارع؟ أنا باختصار أقول لك المزارع والمواطن الأردني ضحية لجشع وطمع العديد من أصحاب المصالح مشاكل عديدة يعاني منها القطع الزراعي في الأردن لعلى من أبرزها موجات الساقيع والجفاف على مدى مواسم متتالية وأيضا الارتفاعات الحادة لمستلزمات الانتاج الزراعي وضعف الأرباح والعجز عن تسويق منتجاتهم وارتفاع أسعار المياه وقلة العمالة الوافدة التسويق نستيجة للظروف الحالية المحيطة بنا التسويق سيئ جدا والانتاج غزير جدا فحاجة البلد زائد عن حاجة البلد وأدى ذلك إلى عزوف المزارعين عن جمع الثمار ورسالها للسوق المركزي فهذا بترتب عليه نفقات باهظة جدا على زراع المزارعين وتحملوا نفقات كثيرة وهذه النفقات للشركات زراعية وللوسطاء الزراعيين وللبنوك ولما استقراض الزراعيين فإذا صار حدث خلل في القطاع الزراعي بتكون حلقة بتأدي إلى أمن الغذائي بيكون فيه وضع سيئ جدا وأدي ذلك إلى الأمن الاجتماعي وإذا ما فيه أمن اقتصادي ما فيه أمن اجتماعي ما فيه أمن الغذائي فهناك بيكون خطورة وتتسرب العمالة المزارعين إلى الشوارع إلى الشوارع بحثا عن تسديد قوة أولادهم اليومية سيدي القطاعنا الزراعي منذ عشرة سنوات تقريبا ثلاث مشاكل حقيقية عم بواجهها نبدأها يا سيدي بأحداث دول الجوار التي أدت إلى غلاقات في الأسواق واختناقات تسبيقية أيضا ظاهرة التغير المناخي اللي احنا عم بيعيش وقحها الآن زي ما عم بيشوف الثار السلبي للسقيع اللي بتعرضي لها منطقة بادي الأردن وهذا تأثيرها أكيد سلبي على القطاع الزراعي وعلى الرغم من أن الأردن يتمتع بمنطقة زراعية فريدة من نوعها قادرة على توفير العديد من المنتجات الزراعية على مدار العامة إلا أن قلة من المزارعين قادرة على تحقيق أرباح جيدة وبأن الأرباح الحقيقية في قطاعهم تذهب إلى تجار الجملة في سوق الخضار المركزي وإلى كبار المصدرين إضافة إلى كل هذا يبقى شوح المياه والعمالة الوافدة من أهم التحديات التي يواجه هذا القطاع حمد الفائز الحقيقة الدولية